شكراً لكم 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 بالنسبة للغاية تعمل جولة بنحطة صفر فقطة ثمانية جمعا عطاني الخطأ راح نشوف شو الشي اللي عملنا الخطأ نحن نبلغ التسجيل تمام الزيت هو آه اوكي نحن ما عمدي هون في عندي صباح بالنسبة للغاية تمام السائدة نحن أخذينا هون سائدة سنوية بس نحن نحن نحكي عن السائدة هنلا لازم يكون في عندي على الأشهر يعني نحن أخذنا مدة تسجيلة على الأشهر كما تطلع للسائدة السنوية بيحوض على الأشهر فأنا كمان بهي الحالة شو تساوي هون كيف بقدر غير هذا عند الفترة أنا عندي السائدة في شكل سنوي كيف تحول هاي السائدة لسائدة شهرية لأنه ممكن ما تشتغل فترة معي برقم خطأ فسي عندي خيارين نسألوا بدنا نضروب نسألوا بدنا نأفن بل يعني يقول ضرب طبع بل يعني يقول ضرب شو عمي عمي عم ياخد السائدة السنوية بضرب أربعة يعني سعب عم يحسب بالسنوات ولكن لما أنتو عم تاخدوا مدة التسجيل أنت عم تحسبوه على مستوى شهر لأيك خطأ أنا ضل عم بحسبة على مدى السنوات لأيك الغابة الصحيحة هو تقسيم على 12 وليس ضرب إذن فأسير 11 اللي عملته الخالية اللي هي 8 اللي أستمت على 12 شهر لي طلع الفائدة خلال شهر واحد الفائدة الشهرية لاحظوا اللي أطلع معي الإجابة صحيحة صحيحة 24412.92 لأنهنا فينا نتحكم بكثير شغلات الشغل اللي فينا نتحكم فيه أول شي اللي هي عبارة عن كم رقم بعض الفائدة لحكيناها المرة الماضية وبعض التدوير ففينا نحنا حتى أيضا بشكل مختصر من هون أنا قلل أو زي العداد بعد الفائدة كما تكون شاهدين الشغلة كمان الأخرى صلاة فيه أن إلعاب بلحظه وحطني دولار لأنه مهاتبة العدادة المالية فأكيد النتيجة يحيط معي شيء بالمال فالسالي هو دولار ولكن هنا نكافلين بسريقة ليرة سورية إذا أنا ضغطت عليها باليميني اخترت فورمات سيل واخترت كورنسي كورنسي تلابني عم تعطيني للعملة المستخدمة العملة المستخدمة لاحظوا هون هي دولار بس أنا تيني أختار شوفوا حاصلنا عزة شوفين الواحدات حساب الدول أنا مثلا نختار شوفوا إذا فيه عندنا خيار سوريا لاحظوا هاي أربية كتيرية رح أعمل أوكي إذا ظهرت عندي بهذا الشكل اللي هو 24413 بس المشكلة عندي أنا عمي نهار عندي سالب سيد المشكلة ما عرفت بس المشكلة شو الشي اللي أنتنا بلصفين بس الباقي هو صحيح أبل ما نغيره كانت بالدولار عم تعطينا موجب بس ما بعرفش بالتحويل كفيرانسي أكيد نخلطنا في شغلة بالتحويل حتى طلعي سمعي بي سالب لا بقلكم شو على أغلب من الخيارات الميكة اللي تحت هرجع أختار سوري شوفوا ما في عندي خيارات سوري شايثينا نحن اختار القيمة الموجبة لألة حتى ما يطلع عندي موجب وعاطيني هون عيني كيف حيظهر عندي سأقول اوكي وبحط سمع فلا سامي أنا ما كتبت قوثين هنين بشكل تلقائي عظمية هون بعد ما أنا حطيت الدالة خفيتها إذا تعلمنا شغلين أول شغلة كيف نستخدم دالة الفوائد معنا بطلنا نعرف هلأ أن الرسائد الذي يستع في حال هي كانوا المبالغ المعطاة هو 24,400 خلال كل شهر بدنا نغير العملة في حال نطلبت منكم زيادناها للعملة السورية نحن نجرى الطلاب مرة ثانية بس بمدخلات أخرى ونضع مدخلات أخرى السائدة 10% مدى السديد 5% ونضع مقدار المبالغ 5 مليون بدنا نعرف قديش الدفعة التي سيسم تفديدة كل شهر تلك طلاب تعطوني الدالة مثل ما هي بس أنا حطت تفيدوا من هذه ذلك تفيدوا من اللي استخدمت أبدا شوي ممكن تكتبوني إياها بحيث أعمل copy نحن معطيات جديدة هنا موجودين أمامكم أنا حطت على الدالة السابقة مش هتبن تبنى المفوق كيفية كتابتها PMP حتى تعرف كيف كتبت هو حلو ثانية ثانية أول مخرج حجر إذا PMP أخذ D1 السماعة 12 D2 12 وأخذ D3 نحن نشوف النتيجة تماما إذا النتيجة تلاعي صحيحة توامن شكرا لك سامي صحيح كتابتك كمان غيم وكتابتها دي 1 عصانش دي 2 12 12 ودي 3 صحيح رابع عليكم صح هلا رح رح لدى أخرى دى المالية بتذكرين هون كانت عندي PZ اللي هي القيمة الفعالية للمبلغ نحن بهذه الحال بالPNT كانت موجودة عننا استخدم منها طلعنا PNT سنروح بالمقلوب هلأ بدنا نطلع PV شون يعني بدنا نطلع PV سيكون عندي معدل السائد السنوية سيكون عندي نبات تسديد وسيكون عندي كل شهر قداش بسرع ومزي أعرف أنا قداش أصلا كان المبلغ قبل السائدة فرحنا هون بدنا نطلع PV لها Present Value رجل نشوف من خلال Powerpoint هي البال PV هي البال التي تأخذ المتغيرات أو المدخلات السائد أول شي في عندي رات هي معدل السائد مثل المرة الماضية الانتر هي عدد دفاعات تسديد مثلا هون تأخذ الاختلاط في PMT إذا نتبادل وفي عندي أنا PV وفي عندي PMT وفي عندي مدخلين لذين نفسهم بثنين أيضا الاختيارية في ذي اختصار present value أي نحطين القيمة الفاعلية قبل السائدة التي عليها من المنطقة السائدة فهون سنجرع نحن أخذ يساوي سأختار هالمرة في ذي المدخلات سبعة أول شي كيف كما هنا تنضغ بأسم على 12 المدخل الثاني هو مد 6 أزي دي أنا أضرب 12 بعدين عندي مقدار التفاعل الشهرية الآخر ممكن ما هي دون نضرب لأن نشتغل كشهر صحيح لأن تطحك شهر لو كان طلاب عاصم هضمن سنة تحول لأن نحن نحن نشتغل لن نبدأ لأن نشتغل على أساس أشهر أو نشتغل على أساس ها عامل وظهر معي المدلق اذا اقدرت اعرفه ونغير حتى طريقة تدفع بدل دولار يكون يعني دي ليلة سورية اوش تاني نفس الطريقة اللي حكينا عنا صغيرا اوكي سنروح حلق لدالة اخرى هذه الدالة رح تكسبلي الـ F V قبل شوية PZ هي القيمة الفعلية قبل ما ينضف لها الفوائد بينما القيمة المستقبلية هي عبارة عن سعر المنتاج او القيمة بعد اضافة الفوائد فمعناتها هون هي الـ F Z اللي مطلوبة منا نرجع نرجع من التأكد بالدالة شوهنا المدخلات طبعا الـ F هي مدخلات الـ RAT اللي هو معدل سائده بالاضافة للـ Enter هي عدد الدفعات بالاضافة للـ PMT اللي هي الدفعات اللي انا دخلتها في الهن المطلوبة ضم المدخلات الاختيارية هي الـ PV اللي كانت الاختيارية في حصة الـ F بما انه اللي أنا عم بحثه بالـ S-V فأنا ضم شغلات الاختيار وإدخالها اللي هنا الـ P-V والـ Type اسمه Future Value سوف نجربها سوف نقول لأساوي اختار الـ S-V اختار أول شيء معدل الفائدة السنوية اختار 15 سوف نختار مدة التسديد خمسة ضربة 10 اللي هي خمسة سنوات ضربة 10 شهر بعدها سوف نختار المبلغ المستثمر خلية بدل خمسة حصول الخلية اغلقه اعمل انت خلق هلأ الظلاف هون عضغان يدقون كثير مختلف هون فيه عنا خطأ نحن صرح الحكيمة مننا بس هون شوفوا شو دي رح تعمل رح أغير ما رح أسن السائدة السنوية على الأشهر خذ أسموه هلأ وما رح اختار مدة التسديد في 2 إنتر و 12 خليه بهذا الطريقة رح أعمل انتر كمال الساعة 2 أخطأ المبلغ المستثمر طبابه عبارة عن الـ P-V هال عبارة عن الـ P-V وليس الـ P-N-T فالهيك أنا ما قدر اتطلعه يعني أنا دابين بالأول اتطلع الـ P-M-T لحتى قدر احسله رح أقول أنا P-M-T الـ P-M-T بحتاج هي من السماعة 12 فاصلة بنختار مدرة التسديد المدربة ضرب 12 بعدين نحط فاصلة بعدين نختار لنبلغ المستثمر بنختار مدرة التسديد المدربة ضرب 12 بعدين نختار طباب الـ P-M-T في هذا الشكل من الحال في الـ Enter فسا عميث لا معي في خطأ هذا يعيش من مشكلة هذا يعيش من مشكلة هذا يعيش من مشكلة اه اوكي ثمان طيب حلو شفو شو اللي عاملينو هنه هنهن بدل ما يحسبو الـ P-M-T لانو الـ P-M-T غير معطاط لذا الـ P-M-T ما كانت معطاط معنا شو رحوا عملو قالوا انو الدالة هي F-B طيب عميث حيثو فرصح مثل ما حكيتو اول الشي ريت حاخدو هاد ما رح قسمو لا رح اضرب ما رح نعمل اي شي لانو هون طيب عم طلع القيمة المستقبلية ما بيجميني انا اذا كان سنوي ولا شهري اما انو اثنين سنوي فواخد لثنين سنوي ما رح اضرب لارح اثنين اخذت مدد التسديد كمان ما رح غيره بعدين هون طيب رحط 0 لانو هون المدخل هو عبارة عن الـ P-M-T P-M-T غير معطاط يعني دفعات الشهرية انا مو معطاط معي فرحطها 0 ورحطها الـ P-C هي الـ P-M-T اللي هنهن عاصي مياه هي 100000 واغلق الثقور معنى الاندار بيطلع معي العدد نتشف اذا انا الى الوهدة الاولى لما اطلعت عليها خطر بباري انو احصب P-M-T بعدين خطو صلع معي لقم قريب منو اسموه وهذا الرقم الصحيح فلغيت نحن بهي الحالة شو منتاوي نحصب نحصب البالي من اجل P-M-T صفر P-M-T لطم حتى صفر تطلع معنا نتيجة صحيحة في هذا الشكل الطلاب يكون خلط الدوار المالية هنا يكتل الدوار P-M-T P-B-F-D نروح الى طلاب ده زالة نصية دي طيب الطلب طلاب من احنا في عيدي ان اوه هدوال نصية متعلقة بمحتوى خلية هذا الكون كهي عادي نصي انا هون عاصم المحتوى الخليج وهو الاسي ميليا ترسي لاحظوا تعطاني على هالطريقة الاحرص كبيرة احراب الضيري كابتال اترس مول لترس بطريقة عشوعية وعاصمنا هون عزب الطلبات يعني مثلا الطلب الاول اننا نحول الحرف الاول الى كبير وباقي الاحرف طبية فالهيك احنا سنتعلم دور نصفهم عبارة هنشوف هؤون هدر الدور هنه اللي يساعدونا حتى منفذ الطلبات ويستطيع التبع على النصوص أول دالة لذلك بدأت النصف الـ profile الـ profile تتحول الحرث الأول من كل كلمة إلى حرف كبير يعني إذا ما أنا أدخل الجملة كل كلمة ستتعلم للحرف الأول كبير إذا عكسا أو عفواً في عندي دالة تتعلم أيضاً متحول لكبير ولكن كان الأحرف وليس فقط أول حرف من كل كلمة هي اسمه أفر سنحفظه للنسبة إذاً الـ profile أفره دولة ثالث لكبير سنذهب بالمقلوف لدي دولة اسمه lower اللي هي بتخيل لي كل الأحرف بالعبارة تبعي أحرف صديلة اسمه lower في عندي أيضاً هلأ دولة left الثالث لت هي مختلفة لا رح تحولي كبير نتر ولا سمو لتر الثالث اللت رح تقتضع جزء من الله لما بيكون في عندي أنا عبارة كاملة أولاً مستورة بكلمة مثلاً معينة بمعنى بختار left بتقتضع من اليسار سبتبلش من اليسار أنا أدخله إلى مدخلين وهنا العبارة عن المص بالإضافة إلى number of charts يعني عبارة عن المص بالإضافة إلى المص بالإضافة إلى الزقم الحرف اللي حيدلش اقتطاع من عنده ونمر يعني كم رقم بعده رح يقتطع خذينا نوقع هون روح ننفيز حتى نشوفه أول شي تحويل الحرف الأول إلى كبير وباقي الأحرف صغيرة شدة لليل يازم استخدمه هون هلأ حكينا هون شدة لليل يازم استخدمه هايش في الحالي نعم طيب ليش مختلف في الأفضل دي ما ليش تختلف في البروفيل بس المدخل هو النص طبعه النص اللي هنا بدنا يوم اغلقوا بقوص ونشوف النتيجة تماما صحيح دي ما الجوالي صحيح حكيكم نحن نروح لقم معلاتها الثانية هي الأفضل هي تحويل جميع الحروف إلى كبيرة دخلتو لخليني عملت انتظر لاحظوا حولي تنشي لكبتل لتر نحن نروح لقم لتحويل جميع الحروف إلى صغيرة ما اسمك كانت تبدال لي تحويل جميع الحروف إلى صغيرة شو كان اسمك باللي عليناها مع بعض شكرا راح أقول الجواب تماماً جيمة إذن هي دالة لوار حتعطيني كلها فمس موليتر كل الأحرف بالكلمة هلأ هون الحصول على الكلمة الأولى فقط اللي هي ثيرياً أي دالة استخدام اللي انتبه هدون من دوار الأقططاع يعني اللي أنا بدي أقططع جزء من النص فبالتالي أنا أي وحدة بي استخدام إذن يدكبكم فيهم هنالكالو لفت رائد و مد إذا طلبوا مننا ثيرياً معناتها أنشو استخدام برافو إذا رح استخدم اللفت هقوموا يساوي ورح أستار اللفت اللفت اتفقنا إلى متغيرين اللي هو الثكس وعدد الأحرف الثكس حطرته عدد الأحرف إذا أنا بدي ثيرياً فقط معناتها أنا ببعض بحثه S Y R I A N هنالكالو لفت أحرف رح حطوا لهذا الشكل ستة أغلق القرص لحيث أعملين إذا سيرياً فقط في صلاب لما بيطلب لنا بالوظيفة أنه كتبولي كلمة سيرياً نقطة عرقية يعني دورولي على الدالة اللي بتكتبني مثلاً سي الكلمة شو بيروحوا بيعملوا بيكتبوها في إندون في هذه الحالة اللفت لا تخدم علامة أنا بجي للخرية تحط بهالشكل بحددها لازم يسمعني فوق شو هي الدالة المستخدمة ضمن مربع الصيغة بالأعلى لازم يسمعني أنا شو الدالة المستخدمة وإنما ما تخدم علامة بهذه الحالة نحن نحن لأعلمي بعدها الطلب هو الحصول على الكلمة الأخيرة فقط هي university الكلمة الأخيرة تماماً صحيح حقيقة وقد سألت إنّاً إذاً وقرأت الإنسان سألت الإنسان سألت الإنسان وقرأت الإنسان وقرأت سوف تقوم بعملنا بحجة أحرف إذا ستقوم بعمل كاملتان في الحاجة أربطت أنا لحفتها تسعة مثلا سوف يبين معي لاحظوا راح اليو على سأخربت بالعدق أو خربت بهذا العدد اللي حفيته لاحظر يكون عشرة ستقوم بعمل معي نفسي بشكل كامل الثالث الثالثة التي تشغل تذكير نقول لنا أن نحصل على الحرث الأول كلمة أحرف كبيرة إذا ما في عندي شكلتين أنا أول شيء اقتطعت أنا في عندي من كل كلمة من الكلمات أنا اقتطعت بالإضافة أني أنا كل هذه المقتطعين بدي أعملون كبيرة الليتر بمعناته هون راح تستخدم فراحة دلتين مع بعضا من بعض حلو غير وقت رحيت أمر لشنا نحط الأفر مع الليت والميد سوف تجرب خياري بجني يختاركم وشو إذا صح ويساوي أخطار التوقر دخل التوقر بأنتنا صفتت الله أخطار أول شيء لك بالي أخرى بمنه هي القطاع لهذا النص أخطار أول شيء لك سوف يكون لديه المساعدة سوف ينسل المساعدة سوف ينسل المساعدة المساعدة سوف تبدأ بضمن لا انا نرى 67-8 اذا انا في عندي المساعدة أول شيء بختار 6 3 فاصة بختار الحرف الأول هو رقم 8 بختار كم حرف بعدها الاقتصالي بدي حرف 1 فقط سوف يكون هناك سوف ينسل المساعدة ثلاثة الروحة سوف يكون هناك سوف يكون هناك سوف نقوم بعمل انتر اذا لازم بس الخطأ كان انه نعمل افتر سوف تضفت معنى هل سؤال يلقى فيه حدا ما فيه نشاهده هذا اللي عملته سوف تشيري ثابت تحت سمعز معي الامزيو فيه حدا حتى نصاري او فيه الشغلة دو مفهومة منه تمام معناتها الغالبية ثمان صارفية سوف نذهب الى فكرة الاستبدال الاستبدال معناتها استبدال كلمة بكلمة او جنة باخرى نرجع نشوف من الدوال النصية اللي عندي دوالة الاستبدال هاي الدوالة اول شي بدي خص استبدال اللقينة بطومة اخرى سواء سوف نذهب الى فكرة اول شي تاكس بدخل النص اللي انا بدي نفذ عليه اول تاكس بدين ادخل نوذق منه اللي انا بدي استبداله اما النص يعمل او نوذق منه اللي بدي استبداله نوذق هو الاستبدال بالعبارة او بالكلمة الجديدة نوذق نوذق هلا في حالك عافية عندي انا تكرار بدي استبدال جزء مع جزء اخر فانا بحث ثمرة نكررها هي العبارة او ثمرة نكررها هي الكلمة فبالتالي انا هذا اختياري هذا الخيار سوف نجربه بالعبارة الاستبدال طلبوا من سوف نقول سوف نقول يساوي الحروب الاكثر في الحال انا ممكن تحظظ طريقة الكتابة بعد ذلك مجرد ما اظنش في اوله هو يعطيني الخيارات للدوار اللي الى نفس الديدارية بمسل الاحلوف فاولا لاحظوا انا طبعني صف كمالي اهضبستاتي وبعدين عطاني بس عطاني انا حطل شو من المدخلات اول شي تكس اللي هو النص البداية اللي اول تكس انا بدي ستبني كمان هذا النص يشتني بداله S-V-U هلا بهاي الحالة ما بحث وانا بحث على ما حدث خير الخيار الاخير كونه تلقائي اذا طبعا اعملني استبدال للعبارة بكلمة كونه تلقائي كونه تلقائي كونه تلقائي كونه تلقائي لدي دوال اسمه دوال خاصة بالتاريخ والتوقيف فالهيك هي دوال تاريخ او توقيف لما انا في دوال الساعد دي عامل تماما التاريخ رح افترض انا بموارد تاريخ اليوم وموارد سوئيك اليوم في عندي دالة حلوة اسمه دالة ناو بس اذا حطيت ناو ما لا ولا مدخل يعني مدخل تبعه فارغ فانا بس اتفكر لانه ما في شي ندخل لي هي بده تعرف اعملت انتر حسنا ثلاثة سرعة 8 النتيجة اذا تلع معي تاريخ اليوم فعلا هو 13-12 ساعة 8 و39 اذا هيدا اللي بتساعدين معي في التوئيد حتقولوا كيف عم تزبط اذا انه يزبط التوئيد يعني هي مؤثر مع توقيت الكمبيوتر يعني الساعة إذا عدتك السلقائي والتوقيت يعطيكم اليوم شكل دقيق يعني أوكي هنروح لأحصاد اليوم ضمن التاريخ الحالي يعني أنا هلأ شوفوا رحضة 19-13-2022 هنري بيحسب لي مين اليوم من ديناتهم بس قلع لي اليوم فأنا في عندي دالي اسمه day تحص بألبة التاريخ مثلا نحفظ هذا التاريخ تكتلت القوصة من الانتر لاحظة عطاني ايها 13 انه انحق انتي باليوم 13 إذا بيقل له مثلا اوجد لي الشهر سيحق له month الآن يجب اسمه كيف سيحق له month دخل ليكم نخبه عبارة عن التاريخ اللي بيأوجدني من هو الشهر 7 عطاني ايها يجير لي نفس الطريقة يجري أنا أعمال يجري أيضا هلوني سهلين وبسيطين ما عندي أيضا الأكثرة هو حفاظ التاريخ يعني مثلا أنا هور رح انه day هلأ الday اللي بيس يعني لو انه ما حطا فيني تاريخ اليوم هي حطا فيني تاريخ انا ادخله السنة الشهر الday يعني هلأ بنفسل الأدخال الأول هي السنة أنا أفهم عندي الخلية من الخلايا عن فعثين السنة على فاصلة بعدين عمقيني دخليلي المام الشهر و الشهر 12 حطيتها بعدين دخليلي الday هذا هو اليوم فكرة قوة هلأ 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 تاريخ لكي تتعدد هدول الأرقام على شكل تاريخ تتسلئه بشكل 13-12-2020 هدول هلأ هلأ هدول دوال التاريخ والتوقيف لاحظة صلاة هلأ وانا عم بشتغل كيف الوقت بفوق تغير يعني كارية 20 30 دقيقة 41 فهي عناتها تلقائيا ماشية مع الساعة تبع الحاسم هلأ هي ذالة صلاة رح نحكي عنها هي ذالة دمج الخلايا إذا أنا بحتاج أحيانا أدمج خليفين مع بعضهم البعض فنحكي بنا نشوف كيف ندمجه هي الدالة كيف حلوة وانا أستخدمه صراحة كيف عملي فنحن جذبه فالأهمات اللي عندي هي دورة مثلا النصرية لأن أفضل أنا بدي أجمع البعضين سيريا المدرسيتي مثلا هدورة خليتين مع بعضهم البعض بدل ما اكتبهم بشكل يدوي رح تعمل استخدام دالة بإسماء بهذا الشكل كونكت نيت كونكت نيت كونكت نيت اللي رح تعمله هي عبارة عن دمج رح أختار النصر الأول أو الخلية الأولى فتفاصل هي الخلية الثانية لإباس الدمجة من أفضل فتفاصل إذا حاب بإدمج تمام مثلا الـ S-B-G-U مع الحصر إذا أنا تيني إدمج إدمج بلدي خلاني مع بعضهم البعض بأغلق القرص بعمل إنتر شو يساوى بمجرس الله بنفس الترتيب بلجرس أنا بسيريا حطني سيريا بالأول الـ S-B-G-U بس تاح جو ما عطاني ولا فراغ بيناته في حال حباتي كون في فراغ تستعملون كون في فراغ وعملت أنا طاصلة بعدين مثل الفراغ عملت الكوز عملت هدون اثنين شاشتين تنسيس وبينات الفراغ بين كل واحدة ووحدة رحط بنفس الفراغ رحط يعطيني فراغات لاحظوا اللقب دمجني يأخون بسعطاني فراغات بين كل خلية وخلية تانية بهذا الشكل فراغة تانية للدمج تبقى أنا هاي الدانية تيتها إذا حاب اجتغل كتبق تريقة تانية رح قول يرساوي رحط الخلية الأولى رح عمل AND خلية الثانية AND الخلية الثانية وبالتالي دمج نياههم أيضا إما إما بتخدم الدانية أو بتخدم AND وبالتالي هي دمج إسمه complete mate صحيح لحلوح لدوار البحث دوار البحث شويدة دون تركيز أما بالنسبة الثانية G-H-Cub هي Horizon Horizon X سترحث عن أي قيمة بشكل أفقي البحث العمودي شو رح تعمل هيدا لنستخدمها للبحث العمودي في العمودي الأول من الجزول وإعادة الصين الموافقة من العمودي إلى العمودي الثاني يعني مثلا الجزول اللي أما قرأ عطينا رقم الطالب الجامعي العلامي النتيجة ثلاث يحط أنا طالب شو هو الرقم اللي أنا عمده حس عن نتيجته يعني أنا حتات الرقم الطالب الجامعي هو 4444 ثلاث هو يعطيني بالنتيجة بهذه الدالة اللي هي بيلك أو يعطيني إنه هو ناجح أمرافل يدور من العمود سبع أرقام الطالب وإنه هذا الرقم لأه مثلا مصطفر الرابع يشوف شو هو المقابل لأه بعمود النتيجة فهذا تسمي بحث عمودي بحث بعمود رقم الطالب ووجد القيمة اللي مطلوبة هلأ بيرجع لنا أو بيطلع لي القيمة المقابلة لأنا بعمود آخر شرطة لهذه الدالة اللي حتى في الضغط معكم بيكون نفس التمثيب اللي شاكينه أمانكم ده نفس البحث اللي أنا عم بيضحث عنها بيكون لي هذا الصراف الأول وبالأخير والأخير هو بيكون عمود النتيجة اللي بيكون طالبنا هاي الدالة اللي اح تلاقوا إنه المدخلات سبعة شوية كبيرة هاي الدالة اللي أنا عم بيضحث عنها أول شيء اسمه لوقاف أول شيء بيحث لوقاف من هي القيمة اللي أنا عم ببحث عنها سابق الأرى يعني أنا بيحث الجدول اللي أنا عم ببحث ضمنه بيحث كامل الجدول كامل الجدول اللي هو عبارة عن عمود النتيجة اللي أنا ونعد بيجيب النتيجة رانج لقاف من هو عمود البحث أفقان رانج لقاف إما بحثة true اما بحثة false إذا لا يجب كاف صلاب إما بيأخذ هي صينة أو هي صينة التروء إذا كنا بنا نحصل على قيمة تقريبية فالس إذا بنا نحصل على قيمة تقريبية فالس إذا بنا نحصل على قيمة مطالقة هاي صلاب اللي ما بيكون في عندي فواصل إما بيرجعناها مع تقريب أو بيرجعناها بشكل قصي رح نجلب هلأ على مثل المثال اللي أمامنا رحضوا صلاب هنالطالبين اللي نبحث عن نتيجة الرقم الجامعي للطالب اللي هو 33300 بل النتيجة بيعطيني ناجح أمراتك اللي رح تاوي لح اختارها يبذلك بلوك أوف المدخر الأول طبعه هي الطول اللي أنا عم ببحث عن نتيجة الرقم 363333 الثابر الأزل هو عبارة عن الجدوة اللي عم ببحث أنا بالنص فحطيت الجدوة لاحظوا حدثته كنطاق بعدين تي عندي الـ column index number اللي هو العمول تبع البحث اللي ها بالشكل هون هلا رح تفاصل ورح تطلل هون false في اكتبه وفي مما اكتبه false معناه بالإحلاج الرقمي مثل ما هي رح أعمل enter رح أعطاني خطأ reference عشوف شو الخطأ اللي عطانيه A5 A10 A3 A7 صحيحة ثانية بعدين عطاني 3 طلاب الخطأ بهي الأخير الـ column index number أه أه أنا هون طلاب حدد النصاق اللي هو العمود الثالث ولكن هنه المطلوب لنا لما قال لي كلهم index number المعناه تعطيني رقم العمود يعني أنا أشوف A, B, C عشان هيك اختارهم ثلاثة تمام هي تصحيح بس للي إنتوا أنا كنت تنسك لأنا نحنا منشط العمود بشكل نعملوكي شكل نصاق لا، نحن هون بدنا الرقم العمود صحيح بي ما بعمل enter بيعطيلي نتيجة بشكل صحيح سأجرب على رقم آخر شو رأيكم سأحذروا لي أنتوا رح تعطوني منها من أجل الرقم مثلاً خمسين ألف وخمسين يعني خمسة وخمسين ألف وخمسين وخمسة وخمسين سأكون بعطلين إياها طبعاً السعينة بي ماكي خطت على دالة السعينة فيها سأنتظار إجابتكم كل يشارك حتى أخرى في إجابة الخطأ لما هي هي دالة شوي صعبة تستنفيذين بس شوف وتنظوها بالحقيقة دائماً حتى أنا بفعلي أخطأ فيها بصراحة شاب Bull شاب Bull شابو زو كني Einطني إجابة defeat صعبة إجابات البائية إنسان لي فيه مدخل إنتي من الثالث محاطط كمان غيره نفسه لحكي مدخل الثالث يعني بين الفولس اللي قبله في مدخل هون نوائف عقصن في موصف عمي يدونت ناكي عقل ناكي تمام براه ورح أفضل نستخل الثلاث الإجابات الثلاثة الأخيرة لأنهم ينضغط لي المدخل اللي كان ناكي هعمل انتر فعلا أصلي عراقل إذا الإضابة صحيحة لأنه فعلا أنا دقم المقابل للخمسة وخمسين ألف فعلا هو عبارة عن ذاتك فالنتيجة صحيحة إذا حدا كتبني بدل لفظ تبعكم آخر الإجابات المدينة والسامة والجواهر إذا حدا كتبني بدل لفظ تبعكم حصيته A12 بدل A7 يطبع لي صحة الخطر يطبع لي ليس في الإجابة خيب لحا نجربه أحط A11 أحضر لما أحطت A11 هو بناء الأزرق لأين لي الخلية هاي خلية أنا دخلت نفس الرقم اللي كان عن يتحس عنه سأعمل انتر أعطاني جواب صحيح إذا بالله ممكن أن أحدده ضمن الجدوى أدور وين الرقم اللي كان يتحس عنه في حال كان في عندي سيلة داتك دي افترد عندي مئة طالب أنا بدي أقعد دور بين هين 55000 مثلا باكتبها أنا عجلة برقم الطالب اللي عندما تحس عنه سواء بخلية لحالة أنا بدي شوي كافتها وبقدر أعمل بلالة على أساس هذا الرقم هذا العدد اللي حطيته ثلأ في حالة ما بتعني هذا الرقم مو موجود يعني مثلا حطيت أنا رقم بهذا الشكل ما لا موجود بالجدوى لحظة أعطاني خطأ لأن أنا الرقم اللي دخلته ليش عندي هذا الخطأ الظهر معي لأنه مو موجود أصلا بالجدوى أما إذا رقم موجود بالجدوى يقدر يقابل لها بهذا العقل يقابل لها مع رقم النتيجة نتيجة تبعا إذن هي بالنسبة للوقع بالتبع 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 حتى لا تخفض فيها لأن نص الطريقة لكن لاحظوا كيف غيروا ترتيب الجدوى بدلا ما يكون بشكل عمودي لأن البحث عنها بشكل أفوقي فنحن أتعرض لما تضع رقمه حيضح بالصفر إذا كانت تجربة 55 الآن أنا بيبحث عنها طاق بي الجدوى اللي بيبحث بالنسبة هو هذا الجدوى بعدين لاحظوا حياتكم بدلا الكون الرو إندكس الرو إندكس الرو إندكس الرو إندكس الرو إندكس حتى بيقدر يساعدني بالرو إندكس نحن نعمل معنا بكولم إندكس قرار الرو إندكس لأنه نحن 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 صحيح صحيح فاصلي يجب أن تضعها true or false هذا خلال يجب أن تضعها يجب أن نعطني طول المقابلة 55 ألف كوب رأس نرى النتجة عطاني رأس نفسها لكن هنا فرق طلوب أني أنا حدر أصر وليس أعمل حسنا هلوح أرأت الله لدوار المنطقية نشوفها من هون بالأول الدوار المنطقية رح نعطل فيها دوار شرطية رح نعطل دوار شرطية مع أنت ودوار شرطية مع الأور إذن هذول في الدوار المنطقية المنطقية لما يكون في عندي شرط أنا للمسيوم اللي بنرجعه فبختار أنا البالة الشرطية وإذا كان شرط واحد يعني فقط بختار البالة الشرطية العادية في حال عندي عدة شروط بختار البالة إث مع الآن لأنه بكون في عندي شروط متعديدة لخيارة الأور كالله هي عبارة عن أو لما يكون في عندي تحقق أحد الشرطين أو ثلاثهم لازم إذا بنقام تحقق الشرطين مع الشرط لحطين نفذ الدالة إنه في شرطين بداي نفذهم ثلاثهم لدي حقق أحد الشرطين لحتى لكثف أحد الشرطين يتصل لحتى يكون يطبق الدالة دالة الإفتباط تختبئ اختبار منطف الأول شيء هي إسمة إف المدخلات هنا ثلاث مدخلات أول شيء الإفتباط يعني أنا شاف أنه مصور تحققه مثلا يقول أن الخلية تساوي قيمة معينة الخلية أكبر من قيمة معينة مثلا فوق 35 فرضا فأنا بقول بكتب أن الخلية أكبر من 35 Value if true يعني أبلع لي هي قيمة في حال كان تحقق الشرط Value if false أرجعني قيمة أخرى في حال كان إجابة خاطئة مثال اللي هي من عطينا حساب الراتب الجديد للموظف لحيث يحكم الموظف الذي مداول يعمل في دوام ثامر على زيادة مقدارة 10 ألاف بينما يحصل الموظف الذي يعمل بدوام short sign دوام جسئي على زيادة مقدارة 5 ألاف نحن نرجع إذن الزكريين لجداوط العمران بابي لقد تم تعطينا الموظفين النوع العمل تبعاً هل هو short sign أو full sign من إضافة إلى الزيادة اللي يحصل عليها في حال كل من الدوامي فهو في عندي شارك طلاب لأنه في عندي أنا إما بيحقق full sign أو short sign في حالة نحقق لي full sign معناها العملية اللي رح يكون فيها يعني أنا بالفالي الأولى رح يحصلني زيادة رح يعمل عملية حتابية من الدوامي اللي يدفل إلى 10 ألاف في الحالة عن short sign من رح يعملو أن يدفل الخمسة ألاف هالي اللي إحنا هم تطبقه مع بعض ما قدرت استخدم أي دالة من دوار الشرطية تبعاً some if لجمع الشرطي لأنه هون ما عندي جمع الشرطي ما قدرت استخدم ال average age if لأنه مو متوسط ما قدرت استخدم ال count نحن نجي هلأ نحن نجي هلأ نحن نرجع نشوفه هذا نحن نتعرف هلأ ما أسأل الفيديو هلأ سأبدأ نقوم بساوي إختار الثالث أول شيء ندخل إلى logical test logical test هذا الخمسة هلأ أحصله على مفوضة ألاه هلأ أحصل على مفوضة ام لا في حال تحقق فولتاً شو يرح يعملو رح ياخذ الزاسد الكل يضفلو عشرة آلاف في حال ما تحقق رح يروح ياخذ ياخذ الزاسد الكل أيضا ولكن هل مرة رح يضفلي خمسة آلاف وفكر القوف نرجع نقراها مع بعض إذن إذا كانت الخلية اللي أنا حدثتها هي عبارة عن فولتاين لأن الحال يبدلي على راتب عشرة آلاف في حال كان هي غالة فولتاين يعني هي كانت حال العفل في الفولتاين هي شورتاين يضفلي فقط قال الانتر وعطاني إياها القيمة شوفوا شو ساوت الله فعلا هو عطاني مئة وعشرة آلاف ذاتك كان مئة وعشرة آلاف اصطلع هل هي فولتاين أم لا لما لقى فولتاين اللي عنده أنه زاد عن مئة وعشرة آلاف عشرة آلاف ففارث مئة وعشرة آلاف نحن لا بدنا ننفذ هاي البالي على باقي الأسطور أيضا على الباقي الموضبطين سأنا رح أعمل سابقا رح أعمل كوبي رح أعمل نفخ لبالي اللي أخذتها سأنا جربع من نفخ الصح نحن هون كانت 2200000 لأنها فولتاين فعمل ليها ضبلي عشرة آلاف كانت اللي بها 330 ألف لأنها شورتاين شو نساو ضبلي فقط خمسة آلاف وليس عشرة آلاف وفعلا إذا نصدع على الباقي هلأ يعني ننفذيها بشكل صحيح إذن هاي الدالة اللي هي دالة إف فالدالة اللي بعدها هي دالة إف ولكن هي الشرطين فهلما صرحوا المثال قالوا للمثال أنه نحن مطلوب مننا نكتب كلمة في حال مضبط حطر على مضلغ 20 ألف في كل من المقافأتين الأولى والثانية كلمة نوم في حال مضحأها شرط نحن في عنا من عمود جبنة للسابق في عندي عمودين المقافأة الأولى والمقافأة الثانية لازم أنا نكتب لي لما بيكون بالأولى والثانية جدى ب20 ألف قدر يحصل على 20 ألف فأنا رح أتحدم هون بالت إف نفسه بس بقلبة رح حط الآن بقلبة لما بيكتب باللوجيكال بحط أنه أنا بيحط أكثر من شرط أول شرط أن يكون المقافأة الأولى مساوية ل 20 ألف تعالي شرط أن يكون المقافأة الثانية بساوية لعشرين ألف أيضا طبعا نكتب إشارة فورا أنا في خطأ من المثلة هلأ رح حط أغلق القرص لأنه خلص الشروط ضمنه الآن هات كل طلاب اللي كتبت هو عبارة من موجيكال سأقول في حال تحققوا الشرطين معا اللي إيه أرجع ل كتاء نصف بوان إيه في حال ما تحققوا أرجع لنو أغلقت القرص لكعمل الدالة اللي هي دالة إف عملت إنجار أطلع معي جشين لعمل لغلا تضغل يتمنى في خاطئ قد شمنا قد شمنا قد شمنا قد شمنا قد شمنا قد شمنا عمل 20 ألف لأمدين مارا نصف يتوقع تذبه أعطيتني صح اوكي سالله بسرح إقعوا شو الغلط اللي أنا عملته يجبك عم حفظ كوتيشن لا الأرقام بما أنه رقم أنه بكثي مساوى لعدد معين ماذا حفظ كوتيشن راح تجرر نصده للألبائي راح ناقي انشوف إذا صحكم خطأ هو فعل ما أحد أخذ المكافأتين عشرين الفضيل الأول لهيك بس الأول يسألنا البائي كله يجب أن نوع نحن نحن نفس الدالية ولكن هالمرة راح إلا بدل الـ & or ديئة مطمئة سؤال الجواهي الـ & هي دالة أخرى الـ & هي عبارة عن دالة أخرى وليسة plus هاي الدالة المتغيرة طبعا هي كم الشروط اللاجيكال الشروط المنطقية اللي أنا بدي بيفهم حسطة بس أنا بالأول حسطة بيين له أنه أنت اختار لي كمشي شروط إذا حطيت هلا or كمان هي دالة كمان هي دالة بس هالمرة راح يتحقق أن أحد الشرطين يتنصل على الأقل هلا أبل ما طبق للبائي مين دي رأيكم كمان راح يتحقق عنده يس شايفين سببين الخيارات أمانكم مين هم الموظفين لأي أسطر أعطوني الأسطر لموظفيني بحين حطا ما يس سابقا بالآن كانوا كنوا النوع معادة الأولى سابقا بالآن كانوا كنوا النوع معادة الأولى سابقا بالكثرة الثالث رابع راح يطلع بالثالث أيضا سجربه تمام بالثالث بالرابع بالثالث ليش بالثالث؟ لأنه فعلا أحد بثنين جاب عشرين ألف قدر يحصل على عشرين ألف أيضا بالرابع فعلا واحد من ديناتا حصل على عشرين ألف الخامس لا لا بالمكافأ الأولى ولا بالثاني يحصل ليش بالثالث بمكافأة الثانية على عشرين ألف لذلك المياس أما بالأخيرة السابع السابع ولا واحد من ديناتا فليش بالثالث بالثالث بكثرة يتحقق أحد المكافأة الثانية عشرين ألف حتى خصوة الثالث إذا الاثنين ما تحققوا الاثنين بيطلعوا بجر اثنين بين إلا النوم وتحصلوا ثم أتوقع هلأ نحن لآخر دالة مطلوب لنا اللي هنا دوال المعلومات دوال المعلومات دوال المعلومات السابعين أول دالة سعطينا معلومات عن الخلايا عن محتوى الخلية أول دالة أول سؤال أول سؤال هذا هو الرقام اللي شاهدين بالأعلى أول سؤال أول سؤال لأننا نسألنا هل الخلية فارغة فأنا رح أختار الدالة لها إثبان مثلا عنده الخلية لازم يعطيني نوف أو يعطيني فولف إذا صحيحة لأن الخلية اللي حدثتها تعطي رقم بألبا سنجرر نفس الدالة ولكن هل مرأ على خلية ثانية فارغة إثبان سأختار خلية فارغة سأختار خلية سأختار خلية ثانية تعلمنا نعرف الخلية فارغة أبدا هل يعترى محتوى الخلية هو عبارة عن نوف معناها سنختاري إثبان لازم يقلني هنا هو فولف فعلا أني فولف فأنا الخلية اللي حدثتها هي عبارة عن فرح يعطيني فولف سو كانت هي مثلا إذا أنا أختلف بدل الأي واحد أختلف فرضان البي دين سأخلينا نختار خلية للأي ثانية أختار خلية أختار خلية أختار خلية لأنه هنا تنبع لما كان الفرسي ليهو ما أعتبره أو ما كانت منعرفي على الشكل النصي يعني ما كانت نتنصيغ سبعة بشكل نصي أختار خلية نحروح الآن لرقم الخلية مثل هلا زقم معنات أنا رح أوز أختار خلية أختار خلية الله أختار خلية تروا ولوف فلوف بهاي الحالي شو رح ترجعلي لتروا ولوف كما بس س formas سايیJoe نرح لأثن doors ثم إذا رجعتك تنوص الماضي للعدد الفردي أنا بالفردي نتوجه بالطبع على آخر الرقم إذا أختر فردي أم لا رحلائي هون تسعة فالتسعة هي فردي إذا أنا أدعي للمرادة اللي هي إذ إيهان قلت الرقم عملت إنتر رحلت مع فرس هل سميه دواري المعلومات عم تعطيه المعلومات عم نختلق الخلايا مراجعة سريعة لأخذ ساليون فارح يضم بسة مجرد حكي الدوار المالية أخذنا دالة PMP دوار أخذنا من المالية CD والFB هل سميه دوار مالية رحلنا دوار مصرية خصوصا عن حالة المصر مثلا وغيرنا ببعض المصور في عندي دوار للتاريخ ووقف في عندي دوار للبحث اللي هي نزيل الكاب والأش الكاب ليسوا الدوار الوحيدين للبحث في عندي دوار أخرى للبحث ولكن هدو اللي اخترناها الدوار المنطقية هي اللي عمنا لها في استخدام شروط منطقية اللي هي ال-F وكانت عندي تعلمنا كيف نستخدم ال-Aunt وال-Or بين دوار بألبا أخذنا دوار المعلومات اللي عم تعطيه المعلومات عن محتوى الخلية بهي الحالة اللي بقول أنا خلصت اللي مطلوب لنا بالدوار والمعادلة هل لدينا أي سؤال؟ الأهلاً صعبين شوي الظوار المالية بس من كثيراً عني من كثيراً يعني هناك للدوار وتقريباً عن يتبادلوا يعني انتي إذا حتظت لفتح لفتحالك الباقي تدريب السمجين طيب في حال ما في أي أسئلة طوالين رب ديروح شوي للوضيفة نورها على شغلة فألت عننا من خلال الإيمان طلاب إذا رجعنا هلأ للإيمان اللي على الوضيفة بس حتى نتأكد من الموضوع أول شي نحن نعطيكم نصر وضيفة لكي تحسبوا شوي الحسابات في ألبها لأننا لديه جزء لأنا رح إحصابي سوف أحسب الحسابات أو عبدي بي المعطيرات المطلوبة سوف تقرأ هنا القسم الثالث اللي هو استخدام الدوار للمعادلات كل ما لا تنطباه لأساسيكم نظر أن يتحملون لحاجة شيء من الدوار غير موجود معكم قد تتلقى في PDF أو قد تتكون عننا بحث خارجي بصراحة هو دائما وحتي أنتم لا تكون آخرين وليا لن يسهل تشبه الراوند وتشبه التقريب لن تشبه التقريب لكن انت لابد ان تبحثوا عننا عنك نقولها صادقا ان انا راوند فقط لتقريب للاعداد الى بعض الفاصل اجزائي بعض الفاصل السؤال المتألت عنها بالنسبة لمنسخ البورث انا شب مالك تفيل مالسخ البورث الله انت لكم مطالبين بتحليل المتائج بشكل اقتصادي انتوا من هذه المادة انا مو هدفة انه انتوا تفوتوا اقتصاديا من الوضوع بس انا بسي يا لكم تكتبوا شي باسطوبكم يعني مو بس نسخ لطق للجداوي نسخ لطق للنتائج يعني مثلا قولوا انهم يعني انتوا ذيروا ايكوانيكا يعني اعطوني هيك مثل كتاب شوين بحتي تكوفي عندي انا مزل شي باسطوبكم انتوا لطريقة العرب يعني انتوا عم تعملوا تقريب بصراحة عن الاكسل كمش يطلع معكم من الاكسل فانتوا بتلعنوا كل شي من الاكسل للورد بالاضافة لكتابة كم كلمة يجب يكون ثلاث الصور يجب يكون ثلاثرين انا باهمني لا اشي بيشغلكم انتوا وليس فقط نسخ لصور هذا هو بس اللي انسألت عنه اللي حبيت بس وضحي فانيا ثلأ للمرة الجاية اللي كل يدلج في الوظيفة في حال عم صعوبة بي اي مكان من الاماكين او فيش سؤال ماذا المفهوم انا ساعدكم فيه ماشي مارح عاطكم اكيد الحل ولكن ساعدكم بشرحه ماذا تصعبت وماذا تصعبت وماذا تصعبت انا انتظر ان احنا تسليمه ب28 و12 خلولي مثل اخر محاضرة بيبقى الناس بيبقى التنسير البياني فقط هي محاضرة تكون ب20 فانت تسليم ب28 هل تصعبت هيا قلتما ولباقى قلتما لو بيسي هيا فقط الطلبات سامي كيلة ولكن ما سيستعوده كيلة كبيرة من حيث الضوار دواهي لانا ما بيهمني كيف قليلت تأثير سبع العمال بشي سراحة انا ما بنصح انه حدا يشتغل اكسل في العمل وحدا يشتغل وورد بشكل كامل لانا ما في عزل بالموضوع كذا الشغل تقريبا بالاكسل بيفضل التعاون اكثر ولكن انا ما دي علاقة بنوع التأثير يعني بس شخصين هنا مشتكين كيف قصة هم يتطفلو بالنسبة للسؤال ديما السؤال الخامس ديما السؤال الخامس من هون يعني انا امشي A,B,C,B,M,E هو نسبة لي اولي لمجموعة مبيعات كلمة نضوف ديما السؤال الى اجمال لان مبيعات كلمة نضوف ان هذا هو السؤال الى اي نسبة لي اولي لمجموعة مبيعات ولا تقصي سؤال الوورد ثم اخر سؤال من الوورد سوف اشرح لكم النافشة كامل بيهمني انا طلعو ترقلو كل شي موجود بالإكسل تنقلو يارا الوورد نحنا في عنا الجداور اللي تعتمعنا النتائج اللي قطبقناتهم للدوار كلنا يعطون ببلا لما الى اهم نحطرهم طلعو انتو شو دي حتساوه هلأ مثلا مثلا مثل ساعدني عم يقول اننا نسخ جداور كتير كذلك طلن نحنا مش عم تنسخه بشكل الحالي يعني انتو طريقة التأديم انتو اللي تتحطوه او تحددوه انا بيهمني ان الكل يكون موجود يعني مثلا حلوح للجدوار مثلا بديقول اجمالي مبنعات اممكن خطى الحالة ضيفة وحطى يعني ممكن ما ازقى بالجدوار هادي اممكن خطى طريقة تانية ما بيهمني انا كل الجدوار يكون مرتبطة مع بعضها بيهمني فقط النتائج كل موجودة يتأسموا الجدوار يبقوه اه تحطوني اهم مثلا بحيث المكافأات مثلا لكي واحد دخال لانه ممكن يكون صعب ان كنت عمدوه اكتبي تبتكو بهي الحالة لانسكو عليها ثمان ديما انا عرفت سؤالك السؤال هو عبارة عن شو هو التقرير اللي رح تكتبي رح تعمدو نصف لكل شي اشتغلتوه على الاكتب يترعلو لي على الورك بالاضافة لكي انت عبارة بيكيت رابطكم انه شو هي النتائج اللي يخصونا عليها لانه ممكن كنت عمدو لي مقارنة اللي يخصونا عليها من موضعات المحافظات الباقية يعني كم كلي انتو هايك حساتوا يعني كيف وضيفوه باسموكم لتعبر عن شوية تحليم النتائج ما بدي تحليم مثلين انتو تساثبوه بموافق الاساساتية اشنا مو هك هدفنا الهدف تبع لي صراحة يعني مفقد احيانا ما اراحة صراحة الكتابة حينكم شو اللي هدفي لايكم كاتدين فقرة كاملة هاي الفقرة بدي شوف تنطيق تبعه بحيث الضبط بحيث مثلا حجم الخطبي المطلوب نكون التنطيق الكامل تبع الفقرة انا احنا تعلمنا كيف نصف فقرة هاي الفقرة الاساسية وصلاح الهوامج تبعه على الكتابة لابن فون صحيحها يعني انا ماضي هين كتير التحليل يعني اللي ما حاولتوا بس وهم يكتبوا نتيجة او ملخص نهائي لون الخاسية اللون اللي انتوا بتلاقوا مناسب هون كيكون ازعقاتي هون كيكون ماضي تماما سامين هون تغيروني عن الابيض حتى شوف انا عم تقدروا تعمل بتعديقه تماما بل نشتغل عليها للوظيفة اذا اطلع معكم ثمان اسئلة اخرى انجازة بك هذه المحاضرة الثانية لتنالكم ترفيه ويعطيكم العافية الله معكم